بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن ولاه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم إخواني أخواتي تلاميذي الأعزاء في فيديو جديد على القناة اليوم جئنا مع صفحة جديدة وتمرين جديد والله مجموعة من تمرين جديد من كتاب الأنشطة لغة فرنسية سنة الرابعة وصلنا بإذن الله للصفحة رقم 38 وثلاثين رح نقرأوا لكستيوني فيها ونجاوبوا مع بعض جالك جو كمبلت رح نكمل بواسطة الصيفات التالية عندنا معناها كبيرة بو جميل بال جميلة جولي رائعة في جلي بواسطة الصيفات بعد نقرأ بالمشاعر نفسها الآن نقرأها مع التعبير الملاعب كال jorn Niet de printemps Aha, jame tableau أنا C'est une maison c'est une chanson Ruth og M하�oq أنا quelle quelle belle journée quelle belle journée deプ Jameel Yelah 거 min Yaround Rabiri Jamil عنا كل باو طبلو كل باو طبلو يعني يالاهو من يالاهو من كيف نقولو كيف نقولو طبلو لوحارع ست Een Grand Maison ست Een Grand Maison انها منزل كبير انها منزل كبير لها هو منزل كبير وعندنا الثانية فراز هي أغنية رائعة هذو هما التعابير اللي نستعملوهم في الإعجاب في كينجي ونعبرو على شعور الإعجاب عندنا كالبال جوغني دي بخينطان يا لهو من يوم ربيعي رائع تشوفوا بالعربية كين كلمات هي مؤنث بالصحصات في الفرنسية تتعود مذكر ليس بالضرورة ديروها مليح في بالكم ليس بالضرورة أن الإسم كيعد مؤنث في العربية راه مؤنث في اللغة الفرنسية ولا كيعد مذكر في العربية راه مذكر في اللغة الفرنسية لا عنا كلمات في اللغة العربية مؤنث في اللغة الفرنسية مذكر كما مثلا احنا في العربية نقولو السماء واسم مؤنث في الفرنسي نقولو لوسيال اسم مذكر مثلا عندنا نقولو الكرسي اسم مذكر هما يقولو اسم مؤنث تفاهمنا احنا نقول المنزل اسم مذكر هما يقول الميزان اسم مؤنث تفاهمنا على هذا قلت لكم ليس بالضرورة لانه التلاميذ بزاف يغلطوا يحسبوا بالكلمة كيتعود مؤنث بالعربية راي مؤنث بالفرنسي لا هنا عنا كما احنا عنا اليوم في اللغة العربية نقول يا له من يوم رائع مذكر هما يقول يا له من يوم رائع بالصح بصيفة المؤنث نقولو لا نقولوش اليوم بالعربية مذكر بالفرنسي مؤنث نقولو لا نقولو احنا في العربية نقولو لوحة لوحة هو ولا يرسم الرسم ولا لوحة جميلة لوحة حنا مؤنث بالصح بالفرنسي نقولو طابل موذكر يمكن ف個 طابل يمكن فكرة يمكن فكرة سيطرة سيطرة المنزيل سيطرة 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 إنه عونية رائعة C'est une jolie chanson راحل تمريロقم 11 قالونا إكرس سلون le موضب معني اكتب مثلا المثال هنا احنا فضnos تمرينا يعني تعليم على لتت gouvernement ديمنستراتي ولا اسما الإشارة أعننا س 7 وعنا سي تعال المسكويين singولي 7 C E T المسكولن سنگلير يبدأ بvoyال لدينا 7 C E 2 T E المسكولن سنگلير و لدينا C المسكولن سنگلير لدينا للمور المسكولن سنگلير اسم الإشارة اللي نستعملو هو هذا هو المسكولن سنگلير المسكولن سنگلير نعرف الشرف الزوم دائرة فيها سنگلو سمور لاشاز فمنا اسم الإشارة يكون ست شاز ست شاز نروحو للكلمات اللي اعطاوها لاشاز فمنا يعني اسم مؤنث اسم الإشارة اللي نديروه للإسم المؤنث هو ست ست كلاس نروحو لتابلو اسم موذكر اللي نقولو س تابلو اهنا لتابلو اسم موذكر اسم الإشارة تعو هو س تابلو اهنا للكلاس اسم مؤنث اسم الإشارة تعو ست نروحو لثانيا اهنا لتابلو لتابلو نقولو ست تابلو نروحو لتابلو اسم موذكر اهنا لتابلو نقولو س برو و اهنا لتابلو نقولو س كي افوان س كي لأنه اسم موذكر عنا لتخوس نقولو ست ست تخوس لأنها اسم مؤنث لكارتاب نقولو س كارتابل و عنا لليف نقولو س ليفر حالو هذه القاعدة اللي طبقناها انه مع الاسم المؤنث المفرد نقولو ست ست مع الاسم الموذكر المفرد نقولو س س س اس و عنا مع الجمعة نقولو س سواء كان الاسم موذكر ولا مؤنث هذا هو الفيديو تا اليوم حلينا فيه ان شاء الله الصفحة رقم 38 والصفحة رقم 39 من دفتر الأنشطة لغة فرنسية للسنة الرابعة ابتدائي نتمنى ان شاء الله نكون فيتكم بالنسبة للصفحات القادمة راح نديروهم ان شاء الله مرة على مرة وبالنسبة للشرح المفصل للدروس راهوا في الفيديوهات الخاصة بالدروس ادخلوا للقناة تلقوا قائمة تشغيل مكتوب فيها كتاب الدروس للسنة الرابعة ابتدائي لغة فرنسية فيه شرح الدروس بالترتيب وبالتسلسل حسب الكتاب المدرسي وبالتفصيل كانت معاكم اختكم ام خديجة نتمنى ان شاء الله نكون فيتكم نتلقوا في فيديو قادم ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظي والسلام عليكم